موسيقى نرحب بكم مشاهدي الأخبارية السورية في حلقة جديدة من برنامج الموشور يستمر الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بشقيه نباتي والحيواني خاصة مع تزايد أهمية هذا القطاع وضرورة تحقيقه للتنمية المستدامة في ظل الحاجة لتأمين مقاومات الصمود في زمن الحرب الإرهاب الذي استهدف القطاع الزراعي بشكل ممنهج بغية تحقيق خللا في معادلة تأمين الغذاء للشعب السوري فشل في تحقيق مبتغاه رغم الضرر الكبير الذي تسبب به خاصة مع الإجراءات النوعية التي اتخذت وما زالت تخدم منظومة تأمين الغذاء حيث صدر العديد من القرارات في هذا الإطار وقد كان آخرها القانون رقم ثمانية لعام 2017 الذي أصدره السيد رئيس بشار الأسد القاضي بإعفاء منشأة المداج والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام والذي نصى في مادته الأولى على إعفاء منشأة المداج والمباقر من ضريبة الدخل الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 والذي جاء تمديدا للمرسومة التشراعية الذي كان قد أعفاء المداج والمباقر من ضرائب الدخل عن تكاليف عام 2012 ولمدة خمسة سنوات أعزائي المشاهدين للإطلاع على تفاصيل هذا الموضوع والأثر الذي سينتج عن تطبيق المرسوم يسعدني أن ألتقي بضيوفي في الستوديو الأستاذ المهندس سيراج خضر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن أهلا وسهلا فيك أستاذ سيراج وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ النزار سعد الدين رئيس لجنة الدواجن في سوريا أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار بداية أستاذ نزار سنحكي عن تأثير المرسومة التشراعية لكن دعني أن أبدأ من الأستاذ خضر أستاذ سيراج المرسوم الذي صدر تفاصيل هذا المرسوم وما هي النتائج المتوقعة وتأثيرها الإيجابي أيضا على المؤسسة العامة للدواجن في سوريا نعم الحقيقة أول شيء أشكر السيد الرئيس على هذا المرسوم المهم الحقيقة لما له أهمية على قطاع الدواجن في تخفيف الأعباء على الأخو المربين وعودة العملية الإنتاجية لا يوجد دولة في العالم الحقيقة في ظروفها مثل ظروف بلدنا الحبيب تتناول موضوع قطاع الدواجن أو مواضيع ألهامشية بالنسبة لأمن الدولة بالنسبة لأولويات أخرى الحقيقة فهي مكروم كتير كبيرة من سيد الوطن بدنا نشكره الحقيقة هذا سيكون بالنسبة لأسرة أسرة معنوي أولاً أنه نحن معكم يا مربي الدواجن نحن بدنا نأمن المادة لأخو المواطني بأرخص الأسعار أد ما فيكن نحن معكم هذا الدعم المعنوي لا يقدر بسمن الحقيقة بالإضافة إلى دوره بتخفيف الأعباء على الأخو المربين تشجيعهم على العمل من أول وجديد فيه تكاليف كتير كبيرة الحقيقة أو خلينا نقول الحس بشعورهم أنه فيه تكاليف وفيه أعباء كتير على الأخو المربين الحقيقة عم يتحملوها كل هذا النفقات تخفيف هذه النفقات سينعكس بدوره بطريقة أو بأخرى وبالنهاية للأخ المواطن الحقيقة للمستهلك كل هذا في سبيل بوصلة واحدة هي مصلحة المواطن لتخفيف سعر المادة للأخ المواطن الحقيقة يعني أستاذ نزار سمعنا ما تحدث به الأستاذ سيراج عن الأثر الإيجابي بالنسبة لهذا المرسوم على المؤسسة العامة للدواجن اليوم يعني ربما المعني أكثر بنتائج هذا المرسوم هو القطاع الخاص يترى كيف ممكن يكون تأثير هذا المرسوم على المنشآت الدواجن يلي من القطاع الخاص بشكل عام على موضوع تربية الدواجن في سوريا لا شك نحن بإسم مربي الدواجن بسوريا متشكر السيد الرئيس وسيد الوطن وجاء هذا القانون رقم 8 استكمالي للمرسوم رقم 26 لعام 2012 السيد الرئيس حملنا بالنكرمي أماني كانوا لي قراءات نحن فهمنا من عدة قراءات الأولى كانت هي أماني لنواصل بموضوع إنتاج هذا القطاع هو دعمه الرسالة الثانية كانت للتطمئة المواطن أنه نحن الأمن الغذائي حتى سيد الوطن حطوا بالأولوية الموجودة بالإضافة مفضل استاذ سيراج نحن بحرب والحرب أعباء كثير سقيلة وأدق التفاصيل والمفاصل بالإنتاج الحيواني كانت هي الدواجل والقراءة الثالثة كانت هي كمان للحكومة أنه السيد الوطن أولى هذا القطاع الاهتمام وهذا نحن المفروض يكون عنا نرجع متماكننا بما قبل الأزمة السورية الأولى عربيا بالإنتاج ورابع دولة ما عندها استيراد من يوم من عام 1980 إلى تاريخ اليوم نحن ما استوردنا بيضاء وبظل الأزمة ما فقدت لا الدواجين ولا البيض ولا الأخوة المواطنين على كل أحوال لحن تابع سوية هلأ تقرير عن واقع تربية الدواجن في سوريا نرجع لنكمل حوارنا معكم ضيوف الأعزاء يعد قطاع الدواجن والمباقر من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم بدعم العملية الانتاجية وخلال الأزمة لحقت بهذا القطاع كثير من الأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية انعكست بشكل سلبي على انتاجيته الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار اللحوم والبيض في الأسواق الحكومة وخلال السنوات الماضية سعت بكامل جهودها لدعم وتنمية هذا القطاع والتخفيف من الخسائر التي تكبدها من خلال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية التي أكدت خلال خطتها الزراعية على أهميته وحيويته وتشجيعاً من الحكومة لهذا القطاع شهدنا في الأيام القليلة الماضية صدور المرسوم القاضي بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام القانون يأتي بغية المساهمة وتقديم الدعم لهذه المنشآت لاستمرارها بالعمل في السوق بهدف تأمين جزء من حاجاته وكذلك تأمين اللحوم والحليب والألبان يضاف إلى ذلك تخفض جزءاً من التكلفة التي يتحملها أصحاب هذه المنشآت كما أن إصدار القانون يأتي تمديداً للمرسوم التشريعي الذي كان أعفى المداجن والمباقر من ضرائب الدخل عن تكاليف عام 2012 ولمدة خمس سنوات فهل تساهم هذه الإجراءات في تخفيض أسعار اللحوم بما ينعكس إجاباً على حياة المواطنين؟ أستاذ سيراجي طبعنا سوية تقريري لتحدث عن واقع تربية الدواجن في سوريا هل المواطن بالنهاية هدفه الأساسي واللي هو هم بالنسبة له أنه تنخفض أسعار الدواجن وأيضاً البيض بالنسبة لهذا القطاع كمان أيضاً بالنسبة للحوم الحمراء بيهمه كمان أنه تكون الأسعار بالنسبة للحوم الحمراء والحليب هي أسعار تناسب دخله وبالتالي هل ممكن أن يساهم تطبيق هذا المرسوم على تخفيض أسعار هذه المواد التي تعتبر هي مواد أساسية بالنسبة لحياة المواطن السوري؟ نعم الحقيقة كنت قد ذكرت سابقاً أنه هذا الشيء سينعكس بشكل إيجابي ورح يخفض الأعباء التي تترتب على الأخ المربين إن كان من ناحية إنتاج البيض والفروج أو من ناحية إنتاج الحليب الحقيقة هناك جملة يعني عدة ضرائب أو عدة خلينا نقول نفقات يتحمل الأخ المربي هاي بالنهاية من يدفعها؟ يدفعها الحقيقة المستهلك المستهلك كما تفضلت بالنهاية بهمه الوحيد أنه يحصل على منتج جيد وبسعر مقبول تأتي أهمية هذا المرسوم عفواً تقريباً هي يعني النفقات اللي بدأت تترتب على المداجي الحقيقة رح تنعكس على الأخو المربين الأخو المربين رح يأدف يعني 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 تخفض التكاليف تقفيف التكاليف رح يشجعهم على معاودة ومزاولة المهنة يعني الحقيقة هذا الشيء رح يناكس مثل ما قلت على الأخو المواطنين موضوع الأسعار هو موضوع عرض وطلب لا تحكمه إلا معادلة العرض وطلب لما بيصير فيه إقبال على التربية من أخو المربين رح تنعرض المادة بالسوق بشكل أكبر وبالتالي منخفض سعرها وهون المواطن بيحصل على المنتاج أرخص لحقيقة يعني نحن لما منشجع باختصار يعني لو ما كانت التعبير كان شوي باختصار تشجيع المربين على القيام بالعملية الإنتاجية رح يزيد عرض المادة وبالتالي رح تنعرض المادة بالسوق اللي ما انفقدت فعلا خلال سنوات الأزمة ولكن بسعر أقل وبالفترة الماضية الحقيقة خفضت أسعار منتجات الدواجم بشكل ملحوظ يعني كان وصل سعر صحن البيض للألف وثمانمائة ليرة ألف وتسعمائة ليرة حاليا تسعر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ألف ومئتين ألف ومئتين وخمسين يعني خفض بشكل ملحوظ المؤسسة تطرح منتجاتها بمنافذ البيع لإلغاء الوسيط بين المنتج ومستهلك كل هذا له يعني آثار إيجابية على الأخ المواطن بتصور أنه كمان يمكن ينخفض الأسعار بالفترة الجاي أو خلال الشهر القادم يمكن تنخفض الأسعار بشكل تماما وهو ما يأمله المواطن بالنهاية الهم الأول والأخير أن تكون الأسعار بالنسبة لقطاع الدواجن تكون مناسبة لو حتى بالنسبة للمباقر هي عرض وطلب نهاية ما فينا نقول غير عرض وطلب هي المعادلة التي تحكم لكن في جملة من الظروف التي تحكم عملية العرض والطلب بالنسبة لقطاع الدواجن نحن نحكي بشيء من التفصيل عنها لكن بعد أن أسأل الأستاذ نيزار أستاذ نيزار كونك رئيس لجنة الدواجن بسوريا أكيد تخفيض سعر اللحوم الدواجن والبيض في قطاع الدواجن وأيضا اللحوم الحمراء بالنسبة للمباقر هي هم المواطن السوري برأيك كيف ممكن يساهم هذا المرسوم بتخفيض الأسعار وإذا كان القطاع العام لوحده هو غير قادر على موضوع تخفيض الأسعار لهذه المواد في السوق إلا إذا كان في نوع من التشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص الأدوار المشتركة بين القطاعين العام والخاص لأي درجة ممكن تساهم بأن يكون السعر مناسب للمواطن بعيدا عن الارتفاعات اللي شهدناها سابقا هذا السوق القطاع العام يعتبر بالنسبة لسوريا أكبر مجاني بسوريا وهمومه نفس الهموم تبع المردبين اليوم القانون نقم 8 أسعره نحن كل شي مستورده مدخل مدخلات الإنتاج مستورد هي الدراء والشعير فإذا أنا عندي مدخل ثابت ما بحسين خفت فيه السعر إيمتي أنا بخفت السعر وقت اللي بيضغط موضوع النفقات القانون رقم 8 حيشكت 12% تخفيض تكاليف الإنتاج عودة المردبين بالطمأن هنا نحن عنا بسوريا 14,460 مجاني اليوم الموجود على الأرض حوالي 4,100 مجاني البنية التحتية مو كل القطاع تدمر في مداجين قائمة في مداجين اليوم غير قادرة تستمر بحاجة لتمويل بحاجة السيد الرئيس أكبر مكرم يساواها وحملناه بسموها نحن نعتبر أمانة لهذا البلد الحكومة عندها عدة إجراءات سلة إجراءات المتخزة اليوم لا يمكن تظهر خلال شهر أو شهرين لنحكي بشفافية بعدا عن إجراءات التي تدخزت الحكومة أنا سؤالي لحضرتك أن القطاع الخاص بتشاركه مع القطاع العام لأي درجة ممكن يساعد بتخفض الأسعار في السوق التشاركية موجودة نحن المؤسسة العامة الدواجين كان إلى دور بالأزمة يعني إرفع ضد المربين بالسيصان الموجودة وكانت عم تعطي السيصان الفرخات والفروج نحن اليوم نطالب تفعيل دورة أكبر يعني المؤسسة العامة يفترض تكون عندها حجم الإنتاج كونها أكبر مجاني عندها تقنيات يفترض تكون مدعومة بالسيصان والأعلاف لتقرب للمربين وتوزيحية التوزيع المباشر نحن نعم نشتغل مع المؤسسة العامة عنا تعاون جدا وسيقوة الخريطة الإنتاجية الموجودة لسوريا الخريطة الإنتاجية هذا تعني بعد سنة يشوفي عنا نحن مش هل ما نقع بأزمات عدم توفر المادة أو متفضل العرض والطلب بيحكمه توفر المادة بالسوق نحن عم نعمل جل جهدنا إنه تتوفر المادة بالسوق متى ما تففره سعيد العرض والطلب ولكن سيكون العرض أكثر من الطلب فبالتالي نترجع المداجين للموضوع التعافي خلينا نرجع نحكي عن إجراءات الحكومية فضل أستاذ سيرت بس إذا تريد العقب عن موضوع التشاركة حقيقة ما في تشاركة بين قطاع العام والخاص الهم الأكبر والأوحد هو تأمين المادة لكن أنا بقول قوة القطاع العام وقطاع الخاص لما بيكونوا عم ينتجوا هذا بينصب في مصلحة المستهلك قولا واحدا أي إنتاج أو أي مجنة أي مجنة منحقق لمقومات الإنتاج هي ستحقق قيمة مضافة ستحقق إنتاج مضاف بسهم ولو بجزء بسيط في تخفيف في تخفيف الأسعار الحقيقة لذلك نحن نشجع أي مجنة أي عمل أي تخفيف تكلفة أي تخفيف عبق هذا كله له منعكس منعكس لأن العملية الإنتاجية عملية كتير كتير معقدة مستوردات وأمراض يعني بحر من المشاكل خلينا نقول وقود وغيره وغيراته أي منتج أو أي مجنة دخلت في العملية الإنتاجية نحن مثل ما تفضل الأستاذ نزار كان في 12 ألف أو أكثر مجنة قبل الأزمة حاليا ما في ربع العدد تقريبا 4000 مجنة أو أقل حتى نحن إذا ساعدناهم أو بأي طريقة تأمين قروض أو غيرها أو غيراتها أو تخفيف الضرائب أو تخفيف أعباء أو تخفيف كلفة الاستيراد أو كلفة المنتج كل هذا سيؤدي إلى 4000 يصبح 5000 إنتاج 5,000 مجنة أو 4,000 هذه عبارة مبسطة إذا أردنا إذا أردنا أن نحكي عن الدعم الحكومي بالنسبة لقطاع الدواجن نحن نعرف أن المرسوم الذي صدر أخيرا لم يكن المبادرة الأولى لدعم قطاع الدواجن في سوريا هناك دعم حكومي كان لقطاع الدواجن في سوريا على مدى السنوات الخمسة الماضية ممكن تعطينا لمحة عن الإجراءات المختلفة التي تعبر عن الدعم الحكومي لهذا القطاع في سوريا الحقيقة دعني أقول أن أهم إجراء حكومي ومشكورها حكومة الأستاذ عماد خميس كان هو فتح الاستيراد للمواد العلفية هذا كان له دور كثير كثير كبير وكثير مهم في تخفيف أسعار المواد العلفية الأسعار المواد العلفية وصلت لحدود فلكية يعني بفترة من الفترات ما في مجنة كانت عم تربح أنا واسق لا قطاع عام ولا قطاع خاص كانت خسائر بالجملة وخروج بالجملة من العملية الإنتاجية بالنسبة للمداجن تم تصحيح خليني أقول هذا الموضوع من خلال القرارات الحكومية الأخيرة بفتح الاستيراد دون قيد أو شرط خفض هذا الموضوع خفض سعر مادة كسبة فول الصوية من 370 ليرة أو 360 ليرة إلى وصلت لحدود 220 ليرة أو حاليا 240 ليرة بغض النظر عن سعر الصرف الزراء أيضا طبعا هذه المادتين هنا بشكله 70% من تكلفة أو حتى 75% من تكلفة القنصية البيضة والفروج الحقيقة الزراء ازلت من 175 ليرة أو 175 ألف ليرة للطون إلى حاليا 145-130 ليرة أو 130 ألف للطون الواحد هذا كان له منعكس كثير إيجابي أنه عاودت المداجن اللي كانت مسكرة خلينا نقول دبر حاله من هون من هون جاب قرد كذا ورجع بالعملية الإنتاجية من أول وجديد لحتى يرجع ينتج من أول وجديد شجعته انخفاضها للأسعار وانخفاضها التكاليف الحقيقة شجعته لنكسب نحن بالنهاية إنتاجه على مستوى القطر الحقيقة هذا كتير كان مهم هاي إحدى الإجراءات المهمة اللي كانت بالفترة السابقة حاليا يعني هذا أهم شيء في نصلة الضوء عليه بالإضافة إلى المرسوم الأخير في تخفيف أعباء المرسوم اللي صدر عن سيد الرئيس وهي مكرومي ومثل ما قال أستاذ نيزار الحقيقة هي بحملنا مسؤولية كتير كبيرة لحتى نحن نمشي بتوجيهات الحكومة والسيد الرئيس إنه لقمة المواطن لقمة المواطن الحقيقة هي الهم الأكبر والشاغل الأكبر للدولي الحالي على اعتبار أنه الأمن الغذائي يعني هو المطلب الأساسي لأي حكومة لحتى تحققه لمواطنين ننتقل بسؤالنا لأستاذ نيزار يعني مربي الدواجن خلال سنوات الأزمة واجهوا العديد من الصعوبات يعني من تأمين العلف بشكل مستمر وبشكل يكون أسعاره مناسبة ومنطقية لألون هذا الشيء أدى بالنتيجة إلى خروج عدد من المنشآت عدد من المداجة من الخدمة بالتالي انعكس هذا الأمر سلبا على السعر ولحظنا ارتفاع الأسعار بشكل متوالي اليوم الدعم الحكومي لموضوع قطاع الدواجن بشكل عام بسوريا لأي درجة ممكن يساهم بعودة هؤلاء لاستمرار منشآتهم بالإنتاج من جديد للحقيقة نحكي الواقع أول حكومي بتتجاوب من خلال عملنا السنين الماضية اليوم الحكومي عملت طريق عمل حلو جدا صار في تعاون ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملت ربط لحزمة قرارات اليوم نحن فينا نقول الحكومة ما يعني مو قادرة تقدم بسموه الدعم المادي يعني نحن ما رح نروح لشيء اسمه دعم مادي الدعم تخفيف أعباء التكاليف تكون بقرار القرارات اليوم في عنا حزمة من القرارات الحكومة ما شايفية هي موضوع تقديم القروض بأمور ميسرة بإجراءات بتخفيف الأباء على سعر الصرف اللي صار التضخم اللي أو بالأحرامة ما تفضل وقت اللي صار خسائر تآكر رؤوس الأموال واليوم المديونية عالية حتى للمربين نحن في بنية تحتية في مداجن فاضية اليوم جاهزة ولكن ما معن قروض تمويلية الحكومة عم تدرس هذا المشروع إن شاء الله خلال شهر بيكون فيه عدة إجراءات نحن بتساعدنا يعني نحن ممكن أد ما خفف التكاليف من خفف نحن الضغط بموضوع النفقات بيكون إنتاج غزير أكثر وتتوفر المادة بشكل أوسع ونحن دائما 70% من تكاليفنا مرتبطة بالتكاليف أسعار الحبوب العالمية هذا بشكل محوظ يعني ولكن إجراءات الحكومة اليوم فيه تسهينات كثير بس المشكلة يعني ما فينا رحط كل شي كمان على عبء الدولة في عندها أولويات من ما تساعد نحن لكلا تخفيف هذه تسليل العقبات الموجودة إذا من نحكي إستاذ صيراج اليوم عن وقع المؤسسة دعني بس أحكي وذكرني بقصة الحياة هلأ بكرة في اجتماع في توجيهات طبعا رئاس مجلس الزراء طلب مننا نحن مؤسس الدواجن مؤسس الأعلاف المصرف الزراعي أرجو أن يعزروني إذا نسيت حدا والشركة السورية للتجارة الحياة دراسة آلية لدعم مربيت دواجن من القطاع الخاص هالآلية شو بتقول مثل ما تفضل إستاذ نزار الحقيقة أنه تقديم قروض بس ما نعطيه مصاري تسهيلات تسهيلات يعني مثلا صاحب مجنة معينة بده يشغل مجنته أهلا وسهلا فيه بروح على المصرف الزراعي بيعطوه حسب طاقته الإنتاجية أو مجنته بطمانات المجنة بيعطوه قرض هذا القرض يتحول لأنه يأخذ الصوص من عندنا يعني نحن نقدم له هو عيني وليس نقدي يأخذ الصوص من عندنا طبعا مصرف الزراعي هو اللي يحاسب عنه والأعلاف يأخذها من المؤسسة الأعلاف منتجه ممكن يأخذه طبعا هاي الآلية بكرة إن شاء الله في اجتماع مع مندوبين من هذه المؤسسات لتتبلور هاي الآلية إن شاء الله هاي الآلية في حال تبقيت سوف تنطبق فقط على أصحاب المنشآت المداجن السابقة اللي حابة ترجع للخدمة الجديدة ولا أيضا تنطبق على المنشآت الجديدة يعني ربما يكون هناك بعض الأشخاص يعني خلينا نقول منشآت جديدة تدخل إلى سوق قطاع الدواجن أي مستثمر هو مثل ما قلت لك العنوان الرئيسي أي مستثمر أهلا وسهلا فين إحنا لازم نحتضنه لذلك إن كان جديد ولا قديم حتى يمكن بتصور يكون من التسهيلات بغض النظر عن رخصة المؤمن يعني هذا شيء ممكن يتبلور بكرة يعني ممكن نطلبه إذا كان بيصبي مصلحة الانتاع نحن نتمنى أن نشرك كقطاع خاص بهكذا القرار لأنه يعني نحن نشكل يعني واقعيا 90% من موضوع الدواجن يعني نحن القطاع العام قطاع رائع جدا ولكن نشكل بحجم الإنتاج حوالي 9-10% يعني نحن نسمع يعني نحن نتمنى نشارك بهذا القرار السيد رئيس الوزراء منفتح نحن ما عم ننكره السيد رئيس الوزير للزراعة كمان ما في قرار نطلبه منه يعني نحسه متحمس وبيأخذ قرار يبرو على رئاسة مجلس الوزراء ولكن نحن نتمنى أن نكون مشاركين بهذه القرارات بالوقوف عن دخول المنشآت الجديدة إلى قطاع الدواجن خلينا نحكي عن واقع المؤسسة العامة للدواجن اليوم بعد مجموعة من الإجراءات خلينا نقول الداعمة لهذا القطاع حكوميا تم اتخاذها يترى ما هو واقع هذه المؤسسة هل صار في تأهيل لمنشآت جديدة هل صار في مبادرات لتدخل إيجابي شوفينا نحكي عن هذا الموضوع نعم هلأ رح نطلق حيث انتهيت بالنسبة للتدخل الإيجابي الحقيقة هو مو بصلب عمل المؤسسة سابقا هذا الشيء طرق حاليا يعني المؤسسة هي انتاجية اقتصادية ولكن بظروف الأزمة نحن حولنا فتحنا نوافذ جديدة صار تدخلنا تدخل إيجابي خدمي خليني أقول صار لنا صالات وكبرتها الصالات الحقيقة مؤخرا هلأ ان شاء الله قريبا في ضاحة قدسية آخر شيء طبعا هي مستوى محافظة دمشق وريفا في جرمانة آخر صالة افتتاحات الحقيقة الحقيقة عم يلاقوا كثير قبول والناس كثير عم تستحسن هذا المنتج وحتى السعر الحقيقة في محافظات أيضا هناك في محردة في سلمية وان شاء الله قريبا في مصياف هاي من نسبة لمشاعدة دواجن حما رح أحكي عن المشاريع التأهيلية في أننا نحن مشروع زاهد مشروع زاهد بطرطوس موقع زاهد الحقيقة الحمد لله خضنا مغامرة طبعا بدعم الحكومة الحكومة كانت دائما توجهنا لحتى نحن نستمر العمل مع أنه كان كتير العمل بشكل كتير صعب الحمد لله أنجزنا المشروع وان شاء الله ناطرين يشرفنا السيد الرئيس المجلس الزراء بتجشين المشروع مع أنه الحقيقة أنتج حاليا كان في سمو قسم الرعاية أنتج صيصان وتم توزيعها على الأسر الريفية كفرخات بسموها فرخات بداري بسموها طبعا بالتنسيق بين وزارة الزراعة والفاو لكن الفرخات كانت الحياة من عندنا والأهالي كانوا كتير ممنونين بالنوعية لأن الفرخات ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية هذا بالنسبة للمشروع ترطوس طبعا في المشروع يعني مشروع بمنشأة دواجن حمى مشكورة أيضا الحكومة دعمة المؤسسة بـ 122 مليون حاليا عمل تقريبا فوق الـ 50% نسبة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحزائر إعادة تأهيل تقريبا كل منشأة دواجن حمى منشأة دواجن حمى قديمة يعني هذا تأهيل بنا التحتية لهذه المنشأة كل شيء الحقيقة عم نشتغل إن شاء الله يمكن موعودين أو وعدنا أيضا أنه يكون فيه تمويل جديد أو نكمل المشروع ويكون فيه دعم أكبر من هيك طبعا يعني الشيء الجيد بالموضوع أنه على عاتق الحكومة هذا الموضوع اندرج تحت بإعادة الإعمار الحقيقة مشكورة جدا الحكومة على هذه الميزة أو المكرمة أتاحت لنا أنه نعيد تأهيل الحزائر نجيب تجهيزات جديدة حتى فيه مشروع أنه نساوي معمل كرتون هناك بمنشأة دواجن أطباق البيض حتى البنية التحتية مثل ما تفضلتي كلها عم نجهزها إعادة تأهيلها بمنشأة دواجن حمى والعمل يعني على قدم وساق حاليا الحمد لله يعني وفيه مشاريع يعني مثل ما حكينا عن مشروع فيه مشروع أيضا بمنشأة دواجن السويداء استجرار الطاقة الكهربائية من خارج التقنين من محطة الكوم الحقيقة بكلفة طبعا نحن تحملناها بحدود 58 مليون على ما أذكر بالاتفاق ومشكورة وزارة الكهرباء ومديرية كهرباء السويداء ومشكورة سيد وزير كهرباء على تعاونه الحقيقة هذا الشيء سيخفف التكلفة والأعباء مثل ما قلت لك سيتيح لنا المجال للمناورة والدخول في التدخل الإيجابي بشكل أكبر وفاعل أكثر هذا على صعيد المؤسسة العامة للدواجن في سوريا خلينا ننتقل للقطاع الخاص أستاذ نيزار هل أصبح القطاع الخاص يساهم في دور أكبر بتأمين هذه المواد وهل هناك أرقام لحجم إنتاج المنشآت القطاع الخاص أعداد للمنشآت التي تعمل بالدواجن في السوق السورية اليوم أتبع لشتيبي حديثك مشكورة الموضوع التشاركية اليوم نحنا منقول لين دورنا نحنا قد قطع خاص مع الحكومة ما نكون نحنا لدينا تدخل الإيجابي تدخل الإيجابي للحكومة هي الكلفة زائدها مش ربح بيوقفوا سلسلة الوساطات نحنا قطع الخاص شو بيكون ليش بيكون منتجنا أعلى من أسعاره لأنه عنا حلقات وساطة نحنا يريد أن طالب الحكومة تسمعنا تماما بأن نكون نحنا من المنتج إلى المستهلك مباشرة يعني بتماع عندهم أكشاق موجودة بالمؤسسة العاملة الدواجن منتشرة بالمحافظات نحنا بالخارطة الإنتاجية موجود نعرف وين في عنا دواجن ممكن كمان نساهم من المتجنة للمستهلك مباشرة سلسلة الوساطات يعني ناخد اليوم سحن البيض بيفرقله 300 ليرة سوري ما بين أرض المتجنة لسوق الهال اللي يجي لعندك على البيت أو بقى ليه ووصلت سحن بيض للبيت لفوق هذا على العباء هاي العباء نحنا إذا بتتوفر معنا يعني أنا ما أقول التدخل الإيجابي ما بيشتغلوا بخسارة يعني ما بيكلفوا البيضة 1200 يرات سحن بيبيعوا 1200 هذا قولا واحدا فنحنا عم نقول إذا بكلنا دواجن من ضمن لجة دواجن بسوريا معهم بهذا الوضع نحنا مستعدين التدخل الإيجابي وأنا بحكيه على الهواء يعني كل المفاصل اليوم أي متجنة منطقة فيها مداجن قريبة ترفض العاصمة أو المحافظة المعنية فبتكون هذا دور إيجابي نحنا الدور الإيجابي هو التخفيض التكلفة للمستهلك ودو المواطن كمان نفس العمل هي بتصير بموضوع الدواجن هذا اللي حكيتي أنت كتشاركية نحنا أكثر منك ما فينا تشارك في اتنين شارك تانية أخدوا مليار ليرة من الحكومة للحكومة نحنا ما أخذنا شيء نحنا ما عملوا نعطونا شيء نحنا نعرف ما يعني ما عمنا طلب المستحيل بس ولكن في عدة إجراءات ممكن نسهل للمستهلك أنتم أخذتوا شيء لكن هناك جملة من الإجراءات تهدف إلى دعم يعني حكومة محددة لقطاع دواجن في سوريا وأنتو الجزء من هذا الخطاع نحنا لن ننكر يعني لن ننكر الدعم الحكومة مشكورة والمكرمية من السيد الرئيسي أماني يعني نحنا اليوم حملنا عبء أماني كتير كبيرة العودة للعمل نحنا منقول للأربعة آلاف ومية مجنة إذا برجعوا للإيد عشر ألف فهذا رخاء بالإنتاج كمان المبدوع المباقر صالات تجميع الحليب الحكومة عم تشتغل نحنا ما عم نقول نحنا مأسرر يعني نحنا عم نعطي كل واحد حقه أنا قطع خاص بق بدي أحكي اللي إلي ولي علي بس نحنا اليوم نقول كمان التشاركية يشاركونا بهذا الدور خليني جاوبك إذا بتريد فضل إشاء الزراعة الحقيقة هو فيه اجتماع أنت بتعرف دائما فيه اجتماع دوري طبعا بتوجيهات من السيد رئيس مجلس الزراع برئاسة السيد وزير الزراعة للوقوف عند أهم معوقات ومشاكل الأخو المربين وحضرتك عضو بالاجتماع دائما هذا الاجتماع الحقيقة عم يتم بشكل دوري وعم نحط كل الجهود لتزليل الصعوبات الحقيقة وآخرة كان موضوع استيراد قطعان الأمات والجدات من أوروبا الحقيقة مشكورة وزارة الزراعة عطت كثير تسهيلات لهذا الموضوع اللي أهميته قطعان أمات وطبعا الأخو المربين بيعرفوا شو عم بيحكي وخاصة مربي الأمات والجدات اللي هنه ما بيجاوزوا أصابع عددهم ما بيجاوز أصابع اليد الواحدة أعطاهن المرونة في الاستيراد وضع خليني أقول الكرة بملعبهم لحتى يستوردوا قطعان الأمات والجدات وتجير الاستيراد المضبوط بتغيير تماما بتغيير القانون أو خليني أقول الفقرة من القانون تماما وهذا من أجل أنه نساعدهم أو ما نزلل الصعوبات قدامهم لأنه كان فيه صعوبة باستيراد هذا الموضوع وكان ممكن تخلق فجوة بالمستقبل بصوص التربية صوص الفروج وصوص البيض طبعا المؤسسة متنبهة لهذا الموضوع وأنا بقول أنه المؤسسة قادرة أن تغطي احتياجات السوق من صوص التربية من صوص التربية صوص البيض مشكورة أن السيد وزير الزراعة أنقذنا بآخر لحظة لأنه كان عندنا فجوة من عشرين ثلاثة للستة ثمانية ما كان فيه فروج فمشكورة ويطابع بشكل يومي كان معنا وعنشتي مع دوري نقتل بدي أولا أنا لا معنا شيء آسف أنا حبيت أضوي شوي على موضوع التشاركية نحنا دورهم موجود والحكومة لن تقول أي جهد عم تعطينا ونشارك بالقرار بس نحن عم قول لفتي لأنه كمان نطمئن الأخر المواطنين المستهلك أنه كمان رح تصير هاي بتمان مؤسسة إلى أكشاك بالسوق أنا يكون فيئ لكم نوافز بيع أيضا بحيث أن الانتاج يصل من المنتج إلى المستهلك وبالتالي تختصر حلقات الوساطة التي من شأنها أنه متأدي لارتفاع أسعار المنتجات بالنسبة لأدواجات سواء كان من دجاج مليار ليرة الحقيقة نحن ما أخذنا ما احتجنا الحمد لله بفضل الإجراءات بس للتصحيح يعني ما أخذنا مليار ليرة كقارض الحمد لله بفضل الإجراءات الحكومية الأخيرة والقرارات التي صدرت الحمد لله ما جاوزناها الحمد لله وقدرنا يعني ننهض بالمؤسسة من أول وجديد هلأ بشكل عام أستاذ سيراج قطاع الدواجن في سوريا اليوم برأيك هل هو يحتاج إلى خطوات داعمة أكثر يعني ببعض الثغرات اللي ربما ما نكون نحن من تفهيلها هذا الدعم من شأنه أنه يساعد على توفر المواد في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعارها هل هناك خطوات داعمة يحتاج قطاع الدواجن اليوم في سوريا أكثر من أي وقت مضى الحقيقة مثل ما قال زميلي الأستاذ نزار أحيانا قرار بيساعد أحسن أو بيكون أسروا على المنتج أفضل من أنه نعطي مصاري بالضبط وهذا الشي لمسناه الحقيقة لمسناه نحن كتجربة شخصية للمؤسسة حاليا نحن بأزمة طاقة الحقيقة بالنسبة لمنتجات دواجن خليني أقول ونحن لازم نفكر بالطاقة البديلة والطاقة البديلة الرخيصة يعني أنا إذا أتأمل طاقة بديلة رخيصة تمام رح يروح هالليتر خليني أقول كل فروج بده لتر معزوت أو كل فرخة بياضة مثلا بده لتر أو لتر ونصب معزوت كتربية أنا وفرتهم من مدخلات الإنتاج فيني أنا أتخلص منهم أو نزلهم بالأسعار أرتشلهم أختي الكريمة موضوع الطاقة هذا الشي العنافات الريحية أو الطاقة الشمسية نحن الحقيقة لو تتوفر السيولة عند المؤسسة السيولة اللازمة وعن نتوسع شوي شوي هذا أحد الأمور يعني اللي ممكن أنها تساهم في تخفيف الكلفة كلفة الانتاج الأمر الآخر هو التسويق يعني دائما أي انتاج بحاجة إلى تسويق لحتى يكون فيه هامش ربح معين لهذا المربي لحتى يوسع انتاجه كل المداجن أو كل المشاريع خلينا ولو كانت كبيرة يبلش من متجنة صغيرة أو مفقص صغير الحقيقة وكبر كبر كبر انتاجه وخلال تسويقه لانتاجه تصريفه هذا الكبر منعكس أنه وصلنا بلحظة من اللحظات أو بسنة من السنوات لنصدر مليار ونص مليار ونص مليار ونص بيضة تقريبا في سنة من السنوات كنا نحن سيادة مليار ونصدر مليار ونصدر مليار ونصدر من سوريا هذا ما أبل الأزمة في سنتين تقريبا تماما هذا أنا بتذكر كنت مدير تسويق بالمؤسسة العام لدواجن كان حجم صادراتنا للقطر العراقي بحدود ثلاثة مليون يورو أنا لا أذكر كمؤسسة كمؤسسة بس أنا عم بحكي كمؤسسة طبعا القطاع الخاص كان أكبر رقمه أكبر من بسبب التزام من أحتياجات يعني سوك الداخلية ومتطلبات تماما نحن موجودين لهذه الغاية لو لا صدقيني سيدتي الكريمة لو لا وجود المؤسسة كان وضع أسوأ بكتير لسه المؤسسة القطاع العام بشكل عام بأزم الأزمة كان له دور بشكل عام متما تفضل نحن مشكلتنا تسويقية يعني أنا اليوم قرار من الحكومة قرار واحد أحسر ما يعطيني دعم مادي نحن مشكلتنا مشكلة التسويق دائما نلوقت بتقول صال الشركة السورية للتجارة ليش حطت منافذ هي عبارة عن سوق موازي للاحتكارات الموجودة اليوم كما بكتر منافذ من المنتج المستهلك ضعاف النفوس والوسطة والطفايدية نحن بنقول في مصلحتنا طفيليين يعني ليس للمنتج بأي مهنة بأي مصلحة يوجد هناك هذا أول الأسقاط اللي ذكرت نحن كسر طفيليين بشأن ما نحارب حدا أنا لا أكسر طفيلي بحط بحط كلها باق صغيرة بيع فيها بيض وفروج بعيدا عن موضوع التسويق يعني خارج إطار مشكلة التسويق بالنسبة للقطاع الخاص بما يتعلق بالدواجا في سوريا هل هناك مطالب أو خطوات لتأمين هذه المادة في الأسواق وبالتالي تساهم بانخفاض أسعار بحال تواجدة وتوفرة لا أنا ما بدي يعني أحكي شوي عن موضوع الحكومة ما في مطلب اليوم عاملين مصفوفة تنفيذية يعني نحكي نحن اللي بدي أحكيه يعني إذا ما نحكي بلغة مختصرة أكتر وقريبة للمواطر أكتر شو هو وجع القطاع الخاص اليوم بقطاع دواجا بسوريا لحتى تسهل توفير هذه المادة في الأسواق وبأسعار منخفضة تفضل نحن عنا وجع بكل شي نحن اليوم تربية الدواجن بهاليوم بهالفترة هاي كحق الألغام تماما لا هي كحق الألغام في عنا موضوع الوقود المحروقات عن موضوع الكهرباء ولكن نحن تشوف أنه وضع الهجم الاقتصادي الموجودة على سوريا والحرب بدي أسكت شوي يعني أنا بدي أكون واقعي شوي نحن الأخ المواطن منحقه لأنه تعود كانت كارتون تلبيضة بستين نرى نحن ما عم يتحمل الرقم اللي اللي عم يصير المواطن معه يأكل سرعة رخيصة نحن منحقنا كمنتجين ننتج لنقدم للحكومة الحكومة تقدم للمواطن ولكن في عباء في عباء فوق الطاقة يعني فوق طاقتنا فوق طاقة الحكومة في عباء حقيقية تماما فهذا الأمر نحن كل شيء هلأ محطوطا مصفوفة تنفيذية منقول إن شاء الله منهم لشهر تسعة في بشائر خير يعني نحن نقيد عشر ألف مرابي إذا بيرجعوا ودمر 30% نحن فينا نقول مداجين هذول تسعة آلاف من جنة ممكن ينفذوا بسوريا وصيرا عن نفاق التصديري وهذا ما نصبوا إليه واليوم كل جهات بتوجيه من السيد رئيس الحكومة مساعدة كمان السيدين يعني يعني عنا وزير الاقتصاد مفصل داعم إلنا والسيد وزير الزراعة كمان مفصل داعم بضمن قرارات نؤخذ ولكن بده وقت يعني اليوم ما هي عصاية موسى والقطيع اللي يترمم قطيع البيض بتوستشور فوزير الزراعة مشكورا الشهر الماضي دقينا وناقوس الخطر ان نالوا من عشرين ثلاثة لتسعة ثمانة معنا فقال ما بتطلعوا من هنا تاخدوا قرار يعني لحتى جمع كل الاطراف الصحة الحيوانية الانتاج الحيواني حتى نقابة الاطباء الوطرية نقابة المهندستين زراعين شارك كل الاخوة القطاعات حتى اطلعنا بقرار ان شاء الله لقدام شوي نحن منقول بس نحن مش كنت بصير شغلة لجوجة بتنفي ادمادة وبتغلى شوي وعدها هاجز هاجز تماما هو هاجز أيضا بالنسبة للمواطن اليوم وفر المواد الأساسية للحياة وللمعيشة وبأسعار تكون منخفضة لكم كل الشكر رضيوفي الأعزاء وأيضا بالشكر الجزيل للاستاذ نيزار سعد الدين أيضا رئيس لجنة الدواجن في سوريا شكرا لكم وضيوفي الأعزاء شكرا جزيلا مشاهدينا دوما نحن ببرنامج الموشور عودناكم لنطرح مواضيع مهمة طبعا فينا بحلقات قادمة نحكي عن كثير من الشجون الاقتصادية لكم كل الشكر مشاهدينا الأعزاء من فريق الأعداد وكانت معكم بتقديم أيس أرفلي عن طرح مساء اشتركوا في القناة